بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وصفائه من ولاه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومن المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى العم بعد التخصيص حقيقة عند القاضي وابن عقيل وغيرهما مجاز عند أبي الخطاب وغيره أبو بكر الرازي حقيقة إن كان الباقي جمعا الكرخ وابو الحسين حقيقة إنخص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء ابن الباق الله لإنخص بشرط أو استثناء عبد الجبار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد مر معنا في الدرس الماضي أن العام إما أن يبقى على عمومه فهو حقيقة وإما أن يرد عليه التخصيص وورود التخصيص على العام نوعان إما أن يكون العام قد ورد ابتداءً وقد أريد به الخصوص وتقدم الحديث عنه وهل هو حقيقة أم ليس حقيقةً وأما الذي سيتكلم عنه المصنف اليوم فهو العام الذي يرد عليه التخصيص فيكون التخصيص متراخياً عن الخطاب العام وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في العام إذا دخله التخصيص مسألتين وأفرد لكل واحدة من المسألتين عنواناً باسم مسألة فالأولى من هاتين المسألتين وهو هل العام بعد دخول التخصيص عليه يكون حقيقةً أم مجازاً والمسألة الثانية التي قيل إنها متفرعة عنها وليس على إطلاق هل يكون حجةً أي هل العام بعد دخول التخصيص عليه هل يكون حجةً أم لا وهي المسألتان اللتان سيردهما المصنف كل هاتين المسألتين وهي التي قال عنها المصنف العام بعد التخصيص حقيقة بمعنى أن اللفظ العام إذا ورد ثم خصت منه صورة فأكثر فهل هذا العام بعد تخصيص صورة من صوره فأكثر هل يبقى حقيقةً أم لا بمعنى أن اقتصار اللفظ على الأفراد غير المخصوصة هل يتناولها اللفظ حقيقةً أم تناوله للبعض إنما هو من باب المجاز هذه هي المسألة وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى فيها نحوًا من ستة أقوال الأول ما ذكره بأن العام بعد التخصيص حقيقة وبناءً عليه فإنه يصح بل يلزم الاحتجاج به ابتداءً ما لم تعلم مخصصًا آخر يخرج أشياءً أخرى ولا يحتاج أن تبحث عن دليل للعمل بهذا العام بعد ورود التخصيص عليه وهذه الثمرة ستأتي بعد قليل قال عند القاضي وابن عقيل وغيرهما نص على ذلك القاضي في العدة ونسب له هذا القول تلميذه أبو الخطاب وذكرت نسبة أبو الخطاب له هذا القول لأن القاضي ربما كان له قول آخر يختلف عن هذا القول فيما بعد قال وابن عقيل أي أن ابن عقيل نص على ذلك أيضاً قال وغيرهما أي من فقهاء الحنابلة وممن نص على هذا القول الشيخ تقي الدين وانتصر له وقال إن القول بأن العام بعد التخصيص يكون مجازاً بعيد بل قد بالغ في تضعيف القول بأنه يكون مجازاً ابن رجب فقال بالرجب في شرحه للبخاري إن القول بأن العام بعد ورود التخصيص منه وخاصة المستثنى ممنوع بل هو حقيقة عند أصحابنا وغيرهم فنسب هذا القول لأصحاب أحمد وغيرهم مما يدل على أنه قول أكثرهم ثم ذكر المصنف القول الثاني فقال مجاز عند أبي الخطاب وغيره وهذا هو القول الثاني أي أن كل لفظ عام بعد ورود التخصيص عليه فإنه يصير مجازاً سواء كان قد خصص بمخصص متصل أو بمخصص منفصل وسواء خصص بدليل نقلي أو بدليل عقلي فبالجميع يكونوا مجازاً وهو ظاهر إطلاقهم قال عند أبي الخطاب أي أبي الخطاب الكالوذاني تلميذ أبي يعلى وقد نص على ذلك في التمهيد وغيره والذين قالوا بهذا القول غير أبي الخطاب نسبه ابن مفلح لأكثر المعتزلة والأشاعرة وأبو الخطاب كما مر معنا أكثر من مرة كثيراً ما يتأثر بأقوال أبي الحسين البصري في المعتمد وربما يعني تجوز فأخذ قول بعضهم القول الثالث قال أبو بكر الرازي أي أن القول الثالث لأبي بكر الرازي الحنفي وهو الجصاص صاحب صاحب كتاب الأصول في بذهب الحنفية قال حقيقة أي أن العام بعد التخصيص يكون حقيقة إذا كان الباقي جمعاً وقد تقدم معنا في المسألة السابقة أن أقل الجمع عند الجمهور أنه ثلاثة وقيل إنه اثنان وسيأتي معنا في الدرس القادم من شئة الله عز وجل هل يصح أن يخص العام حتى لا يبقى منه إلا واحد أم لا ولتلك المسألة تعلق بهذه المسألة والقول الرابع الذي أورده المصنف الكرخي وقد نسبه للكرخي أبو الخطاب قال الكرخي وأبو الحسين والمراد بأبو الحسين هو البصري صاحب المعتمد الذي قلت لكم إن أبو الخطاب كثيراً ما ينقل عنه ويستفيد منه وقال الكرخي وأبو الحسين حقيقة إن خص بما لا يستقل يعني أن اللفظ العام بعد تخصيصه يكون حقيقة لكن بشرط أن يكون قد خص بمخصص متصل وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله إن خص بما لا يستقل فقوله إن خص بما لا يستقل أي بمخصص متصل ثم ذكر المخصصات المتصلة فقال من شرط فقد يكون الشرط هو المخصص أو صفة أو استثناء وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المخصصات في الدلس القادم أو الذي بعد بمشيئة الله يهمنا هنا أن مفهوم هذا النقل الذي نقله المصنف عن الكرخي وأبي الحسين البصري أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص وكان المخصص منفصلا فإنه يكون حينئذ مجازا لا حقيقة فما قال المصنف وقال ابن الباقلاني وهذا الخامس إن خص بشرط أو استثناء أي صار حقيقة بخلاف ما إذا خص بصفة أو خص بمخصص منفصل فإنه حينئذ يكون مجازا وهذا القول ذكره في التقريب وأطال عليه ثم ذكر القول السادس الذي بعده وهو قول عبد الجبار صاحب المغني من المعتزلة أنه قال إن خص بشرط أو صفة ومفهوم ذلك أنه إن خص باستثناء أو خص بمخصص منفصل فإنه يكون مجازا وهذا القول في غاية البطلان لأنه حكي الاتفاق على أن العام إذا خصص بالاستثناء فإنه يكون حقيقة وممن حكل اتفاق على ذلك الشيخ تقييدين في المسودة وغيره وقبل أن ننتقل للقول الذي بعده أن هذا القول اختلف في نسبته أو اختلف في نسبة قول القاضي عبد الجبار له فنقل أن قول عبد الجبار هو مثل ما ذكره المصنف هنا تماما وهذا هو الذي نقله أبو الحسين البصري عن القاضي عبد الجبار وقيل إن قول القاضي عبد الجبار هو عكس قول الكرخي المتقدم فيفرق بين المتصل والمنفصل فيجعل الاستثناء ملحقا بالشرط والصفة والحكاية الثانية هي الموجود في المسودة فقد حكى أن قول عبد الجبار عكس قول الكرخي نعم القول السادس الذي بعده قال وقيل ومر معنا أن كلمة وقيل أنها يعني تضعيف للقول دائما وهذه من صيغ التضعيف وقيل قويل وهكذا قال وقيل إن خص بدليل اللفظي وبناء عليه فإن الأدلة غير اللفظية إذا خص بمخصص غير اللفظي فإنه يبقى مجازا والمخصص اللفظ يشمل المتصل والمنفصل وغير اللفظ يشمل العقل ويشمل العرف إن قلنا إن العرف مخصص وسيأتي إن شاء الله الحديث عن العرف فيما بعد ثم قال وقال الإمام ومراده بالإمام هنا إمام الحرمين الجويني وقد ذكر هذا القول في البرهان قال حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه أي حقيقة فيما يتناول من دلائل وإن اقتصر على المحل فقط فإنه يكون حينئذ وبعد التخصيص فإنه يكون مجازا وهذا الحقيقة يعني أجيب بأن فيه بعض التكلف نعم مسألة العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر هذه المسألة قيل إنها متعلقة بالمسألة السابقة وهي مسألة هل العام بعد التخصيص يكون حقيقة أو مجازا وهي طريقة بعض الأصوليين فقالوا ينبني عليه أن كل من قال إنه حقيقة فإنه يكون حجة وكل من قال إنه ليس بحقيقة وإنما يكون مجازا فيقول إنه ليس بحجة إلا أن يرد به دليل وقال بعض الأصوليين إن هذا ليس بلازم وهو الأظهر فإن كثيرا من الذين يقولون أو صرحوا بأنه مجاز صرحوا بأنه حجة ومن هؤلاء أبو الخطاب فإن أبو الخطاب من الذين قالوا إنه مجاز وصرح بأنه حجة وبناء على ذلك فإن بناء هذه المسألة على تلك على سبيل الإطلاق فيه تأمل ونظر هذه المسألة قد تكون ثمرتها أكبر من ثمرة المسألة التي قبلها يقول المصنف العام بعد التخصيص يعني أن اللفظة إذا ورد عاما ثم جاءه بعد ذلك مخصص سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا سواء كان لفظيا أو عقليا أو كان عرفيا وعاديا قال بمبين تعبير المصنف بمبين ليخرج لنا المبهم أو المجهول وذلك أن عددا من الأصوليين ومنهم الأصبهان في شرحه لمختصر ابن الحاجب حكوا إلى اتفاق أن التخصيص بالمجهول لا يحتج به ومثال التخصيص بالمجهول وهو غير المبين لو قيل أقتل المشركين إلا بعضهم فإنه لا يحتج بهذا اللفظ مطلقا لا في عمومه ولا في أثاره بعد التخصيص لأنه قد استثني بعضهم فلم نعلم من هو المستثنى فحينئذ يسقط الاستدلال به وحكي اتفاقا وحكى كثير من الأصولين حتى اشتهر بينهم هذا الاتفاق أورد المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال في حجية العام بعد التخصيص القول الأول الذي أورده المصنف قال حجة أي أن العام بعد التخصيص يكون حجة في غير ما خصص منه أي في الألفاظ التي بقيت غير مخصصة وأما المخصوص فلا يكون حجة فيه وإنما حكمه مأخوذ من الدليل الذي خصصه لكن نستدل باللفظ العام على جميع أفراده غير المخصصة وقول المصنف عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم من أصحاب أحمد وغيره وقد قيل إن هذا قول عامة أهل العلم بل هو قول غالب الفقهاء بل إنه قد يكون قول جميعهم في الاستدلال الفقهي إذ كتب الفقه فقه مليئة والأمثلة لا يمكن حصرها في استدلالهم بعمومات ورد عليها تخصص وذلك هو قول غالب الفقهاء لم يكن جميعهم وأما الأصوريون فإنه قول أكثر أصوري الحنابلة ممن صرح بذلك من أصحاب أحمد القاضي وأبو الخطاب والموفق والطوفي والشيخ تقي الدين وكثير منهم بل قالوا إن أحمد قد نص عليه في مواضع كثيرة وذكروا أمثلة نقلها القاضي في العدة هذا القول الأول هو قول المصنف إنه حجة عند الأكثر نعم وعن بعض أصحابنا وغيرهم ليس بحجة نعم قول المصنف وعن بعض أصحابنا وغيرهم قوله عن بعض أصحابنا نسب المصنف رحمه الله تعالى هذا القول لبعض أصحاب الإمام أحمد وأول من وقفت عليه أنه نسب هذا لبعض أصحاب الإمام أحمد ما جاء في المسودة أنه قال اختار بعض أصحابنا أن العام إذا دخله التخصيص لا يبقى حجة وهذا القول بأنه لا يبقى حجة وجهه الشيخ تقييدين لما نقل هذا القول عن بعض أصحاب أحمد بتوجيه سيرده المصنف بعد قليل إن شاء الله قوله وغيرهم أي وغير أصحاب الإمام أحمد وقد ذكروا أسماء كثيرة من الشافعية ومتأخر الأصورين ولكن حقق الشيخ تقييدين في مبحث طويل في نحو صفحة أو أكثر أن أصح الطرق أنه لا ينسب المخالفة في هذه المسألة وأن القول بأنه ليس بحجة إلا لرجلين ومن عداهم لا يصح النسبة إليه إذ يمكن تأويل كلامه أو توجيهه على بعض الصور وأن هذين الرجلين هما أبو ثور وعيسى بن أبان إذن قوله عن بعض أصحابنا تبع في قوله أو تبع في قوله عن بعض أصحابنا ما في المسودة وغيرهم أصح من ينسب له هذا القول هو أبو ثور وعيسى بن أبان وهم متقدم أصحاب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع قوله ليس بحجة أي أن العام إذا دخله التخصيص لا يكون حجة وبناء عليه فلا يصح الاحتجاج به على أي من أفراد العام وسبب ذلك أنهم قالوا إذا ورد التخصيص على العام دلنا على أنه لم يبقى على عمومه المطلق فحينئذن نحن شاكون في بقائه فقد يرد مخصص آخر لا نعلم به وهذا الشك في نظرهم يمنع من الاحتجاج بالدليل وهذا غير صحيح بل الأصل البقاء على الاحتجاج حتى نتيقن وجود المخصص أو يغلب على الظن وجوده وذلك يقول المصنف والمراد قوله والمراد هذا هو توجيه القول الثاني وبيان يعني المراد به وبيان محل الاختلاف في تفسيره قال والمراد وهو المراد في قول هؤلاء إنه ليس بحجة إلا في الاستثناء بمعلوم بمعنى أنه إذا جاء عام واستثني منه معلوم واستثني منه معلوم فإنه يكون حجة بالاتفاق هذا الذي ذكرت لكم في نقض قول قبل قليل ما نسب القاضي عبد الجبار فإنه باتفاق أن الاستثناء يكون مخصصا فإن التخصيص بالاستثناء بالاتفاق يبقى العام بعد ذلك حجة قول المصنف بمعلوم هذا المراد الذي أورده المصنف مكون من قيدين وانتبه القيد الأول في قوله الاستثناء فهذا يدلنا على أن المصنف يرى أن محل الخلاف في غير الاستثناء فقد يكون في التخصيص بالصفة وقد يكون التخصيص بالشرط وقد يكون بالتخصيص بالمخصصات المنفصلة المخصصات المنفصلة وقوله بمعلوم هذا من باب التأكيد السابق حيث قلنا إن كل تخصيص بمجهول باتفاق أهل العلم يجعل العموم ليس بحجة لأنه لا يكون معلوما ما المخصص منه واستثناء المجهول هذه قاعدة حتى فقهية وليست قاعدة أصولية أن استثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلومة مجهولا وكل مجهول ليس بحجة فيكون من باب المجمل إذن قال فإنه حجة بالاتفاق ذكره القاضي أي أن القاضي ذكر الاتفاق في هذه المسألة وغيره من أهل العلم ومنهم الشيخ تقييدين فقد ذكروا الاتفاق وكثير من شراح المختصر ومنهم الأصفهاني وكثير من الأصولين ذكروا الاتفاق أن الاستثناء بالمعلوم يجعل أو يبقى معه العام المخصوص حجة قال الشيخ وفهم الآمدي وغيره الآمدي فهم هذا الإطلاق في كتابه الإحكام وغيره ممن فهم هذا الفهم الطوفي في شرح مختصر الروضة الإطلاق أي أن جميع العموم الذي يدخله جميع أنواع التخصيص سواء كان بالاستثناء أو غيره فإنه على هذا القول يكون ليس بحجه فإنه على هذا القول يكون ليس بحجه إذن فقوله الإطلاق بس أريدك أن تنتبه الكلمة الإطلاق أن مراده الإطلاق أي الإطلاق بجميع أنواع المخصصات من الاستثناء وغيره وليس المراد بالإطلاق الإطلاق بجميع أنواع الاستثناءات لأن الاستثناء بالمجهول يجعله ليس بحج عند الجميع والاستثناء بالمعلوم هو الذي يكون محل الخلاف نعم وقيل حجة في أقل الجمع نعم هذا هو القول الثالث وهو أنه قيل إن العموم يكون حجة إذا دخله التخصيص في أقل الجمع وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة على الخلاف المتقدم والجمهور على أنه ثلاثة وبناء عليه فإنما زاد عن أقل الجمع لا يكون حجة فيه وهذا القول نوقل في كتب الأصول حكاه الباقلاني في التقريب وحكاه الغزالي في المستصفى وحكاه غيرهم وحكوه بلغة التضعيف بأنه قول ضعيف وردوه وبالغوا في رده فهو من الأقوال الضعيفة لكن المصنف ذكره تبع لمن ذكره من الأصوليين وإلا لو اكتفى بالقولين الأولين فهما التي قال بها من قال ممن قد يشار إليه نعم مسألة العام المستقل على سبب خاص بسؤال أو بغير سؤال العبرة قبل أن نبدأ في قراءة المسألة هذه المسألة من المسائل المثمرة والمهمة جدا هذه المسألة لأقدم لها مقدمة قبل أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة متعلقة بسبب ورود اللفظ العام وخاصة في ألفاظ الشارع من الكتاب والسنة وقد عني العلماء رحمهم الله تعالى بذكر أسباب الورود فالقرآن ألفت كتب كثيرة في أسباب نزوله ككتاب الواحد والحافظ بن حجر وغيرهم ممن عني بجمع أسباب النزول ومثله أيضا جمع عدد من الكتب في أسباب ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سبب ورود الحديث مهم جدا بل إن فهم الحديث ينبني على معرفة سبب وروده ومعرفة إطلاقه وعمومه مبني على معرفة سبب وروده بل إن استثناء بعض الصور كما سيأتي ينفي استثناءها معرفة سبب الورود لأن سبب الورود قطعي في دخوله في الصورة ولذلك لما تكلم الشيخ تقييدين عن أن بعضا من الفقهاء وغيرهم يهمل العناية بسبب ورود الحديث وسبب نزول الآية فيكون سبب إهماله لهذا السبب لورود اللفظ سببا لقصور فهمه ولعل أن أنقل كلام الشيخ لأن كلام الشيخ في الحقيقة جميل جدا يقول الشيخ رحمه الله تعالى ينتفع بالسبب أي بسبب الورود أو النزول ينتفع بالسبب في معرفة جنس الحكم تارة وفي صفته أخرى وفي محله أخرى ومن لم يحط علما بأسباب الكتاب والسنة عظم خطأه كما قد وقع لكثير من المتفقهين والأصوريين والمفسرين والصوفية ولهذا كان من أصلنا وهذه سنتكلم عنها بعد قليل الرجوع إلى سبب اليمين وما هيجها قبل الرجوع قبل الرجوع إلى الوضع ثم قال فجهات معرفة مراد المتكلم ثلاثة سواء في كلام الشارع أو في كلام مكلفين أحدها العلم بقصده من دليل منفصل كتفسير الكتاب بالسنة أعرفون كتفسير سنة للكتاب نعم أو كتفسير الكتاب بالسنة نعم والثاني سبب الكلام وحال المتكلم وهذا الذي أكد عليه الشيخ وهو الذي سيكون بعض الحديث عنه في هذه المسألة قال والثالث وضع اللفظ مفردا ومركبا ويدخل فيه طبعا القراءة اللفظية كثير من الناس يكتفي بالأخير وهو التعامل مع الدلاء لللفظية دون النظر للسبب ودون النظر أيضا للأدلة المنفصلة بجمع النصوص الكتاب والسنة وهذا الأمران خطأ أو ترك هذين الأمرين خطأ وذلك فإن ضرب الكتاب بعضه ببعض أو الحكم بأن النصوص متعارضة فينتقن الفقيه للترجيح بينها لا شك أنه مسلك ضعيف فلاستدلال وذلك من عني بهذه الأمور الثلاث كان فقه أدق وغالبا طريقة فقهاء الحديث لأنهم يكونون محيطين بالنصوص الشرعية يقدر صطاعتهم ولا يحيطوا بالنصوص الشرعية كما قال الشافعي إلا نبي يدلنا على أنهم الأقرب لفهم مقاصد الشارع من ألفاظه العامة والمطلقة وغيرها من الألفاظ إذن إذا عرفنا ذلك فإن معرفة سبب ورود الحديث أو سبب نزول الآية قبل ذلك لها أهمية كبيرة جدا وتستحق العلاية من طالب العلم الكبيرة طيب عندنا هذه المسألة التي سيتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى وهي مسألة العام مقارنة بسبب وروده قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نذكر تقسيمها العقلي فنقول إن اللفظة إذا ورد لسبب فلا يخلو من أربع حالات إما أن يكون اللفظ عاما والسبب الذي ورد له عام كأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء عام فيجيب بجواب عام ففي هذه الحالة يبقى اللفظ على عمومه الحالة الثانية أن يكون السؤال خاصا واللفظ خاص فقال لك ولا تجزئ أحدا غيرك فحينئذ يبقى على خصوصه لأنه جاء على جواب سؤال خاص واللفظ أيضا خاص بأن قال لك وحدك ولا تتعدى إلى غيرك فحينئذ لا يقاس عليه غيره الحالة الثالثة أن يكون السبب عاما واللفظ هو الذي يكون خاصا وهذه ستأتينا إن شاء الله بعد ذلك الحديث عنها والرابعة هي مسألتنا أن يكون اللفظ عاما وأن يكون السبب خاصا إذن بحثنا في هذه المسألة لفظ ورد لسبب وكان اللفظ عاما والسبب الذي ورد لأجله اللفظ خاص وليس بعام مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته سئل عن البحر أو بحر معين فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته فيشمل جميع المياه ويشمل جميع المستبحرات حلوة أو مالحة وهكذا من الأمور المتعلقة به طيب قال رحمه الله مسألة العام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال طيب قبل أن يجاوب عن الحكم وذكر الخلاف قال الشيخ العام المستقل على سبب خاص عرفنا العام أن المراد بقوله العام أي اللفظ الذي صدر من الشارع بلفظ عام وقوله على سبب خاص لأنني سأشرح بعد قليل معنا المستقل على سبب خاص يعني أن سبب وروده خاص وليس سؤالا عن أمر عام للناس كلهم أريد أن نعرف مسألة أن هذه المسألة هي المسألة المشهورة عند أهل العلم هل العبرة بخصوص اللفظ هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب وأريدك أن تعلم أن العلماء يفرقون بين أمرين في تطبيق هذه القاعدة بين ألفاظ الشارع وبين ألفاظ المكلفين وذلك لما شرحت الكلمة قلت العام من ألفاظ الشارع ووجه الفرق بينهما باختصار شديد أن اللفظ العام الذي ورد لسبب خاص إذا كان اللفظ العام من ألفاظ الشارع وهو الكتاب والسنة فإن فيه أقوالا الصحيح منها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأما العكس وهو إذا كان في ألفاظ المكلفين فالصحيح مذهب الإمام أحمد صححه ابن رجب وذكره في الكشاف وقال هو المشهور مذهب أحمد أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ متى يكون في ألفاظ المكلفين في الأيمان وفي النذور وفي الأقارير فحينئذ إنما يؤاخذ المتلفظ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ إلا أن تكون له نية يقصد بها العموم إذن انتبه لهذه المسألة وقد وجدت بعضا من طلبة العلم بل من خاصتهم يقول إن هذا متناقض كيف يقول فقهاء الحنابلة في كتب الأصول أن العبرة بعموم اللفظ ونجد كلامهم في كتب الفقه أنهم يقولون العبرة بخصوص السبب نقول لا تناقض بل إنهم يقولون إنه في كلام الشارع العبرة بعموم اللفظ وفي كلام المكلف العبرة بخصوص السبب وهذه أفرد لها بن رجب قاعدة أن العبرة في كلام المكلفين بخصوص السبب لا بعموم اللفظ طبعا إلا أن تكون النية يقصد بها العموم إذن فقول المصنف أولا العام المراد بالعام هنا العام محل البحث إنما هو العام من ألفاظ الشارع وليس العام مطلقا من ألفاظ من كلام الشارع ومن كلام المكلفين كما ذكرت لك وقول المصنف المستقل على سبب خاص معنى قوله المستقل معنى ذلك أن العام ينقسم إلى قسمين عام مستقل عن السبب وعام ليس بمستقل عن السبب فالعام المستقل معناه أن اللفظ بنفسه يمكن أن يفهم منه معنى كامل بدون السبب ويقابل المستقل غير المستقل فليس هو محل البحث فإن غير المستقل هو اللفظ العام الذي لا يستقل بنفسه فلا يفهم منه على سبيل الانفراد معنى إلا بإعادة السؤال مثاله لما جاء ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وقعت على زوجتي في نهاي رمضان قال أعتق رقبة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة هكذا لا تفهم وإنما هو غير مستقل عن السؤال بل يعاد السؤال فيه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما دمت قد أتيت أهلك فأعتق رقبة أو يعني نحو هذه العبارة إذن عرفنا معنى المستقل فإن المستقل الصفة للعام ويقابله غير المستقل فإنه إذا كان اللفظ منفردا عن السؤال لا يمكن أن يفهم منه المراد طيب قول مصنف على سبب خاص يدلنا على أن الأسباب نوعا سبب عام وسبب خاص وقلنا إنه إذا جاء اللفظ العام على سبب عام فإنه عام عند الجميع يبقى على عمومه عند الجميع وإنما محل النزاع إذا كان السبب خاصا وليس بعام وسيأتي شارة تطبيق الأمثلة في آخر المسألة طيب قول مصنف بسؤال وبغير سؤال يعني أن السبب تارة يكون هو السؤال بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سؤل عليه الصلاة والسلام ما الواجب من الصلوات في اليوم في حيث من عباس ما يجب علي فعد له الصلوات الخمس فهذا يدل على أنها عامة وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده فقوله كتبهن الله على عباده يدل على أن جميع العباد تجب عليهم هذه الصلوات الخمس فتبقى على عمومها كذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنا مثنا فنأخذ من هذا العموم أن الأفضل في كل صلاة ليل أن تصلى ركعتين وما جاء أنه صلى أربعا وذلك في موضعين ورد فيه أنها صلى أربعا في الليل فنحمله على أنها أربع بسلامين وإن قلنا أنه يجوز أن تصلى أربعا بسلام واحد ورد أن يصلى أربعا في الليل في موضعين في الوتر صلى أربعا ثم أربعا قالت عائشة لا تسأل عن حسنهن وطولهن وذلك المذهب يقولون بناء على العمل بالعموم السابق أن الأفضل أن هذه الأربع تصلى سلامين بسلامين وقولها أربع أي أربع تشتركت في طول معين والأربع التي بعدها تكون أقصر منها لكن لو صلىها سردا جاز لاحتمال الدليل له ولكن الأفضل أن تكون بسلامين ومثال الثاني الذي ورد ما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى أربعا بعد صلاة العشاء كتب له قيام ليلة القدر فهي محمولة على أنها أربع بسلامين لعموم الحديث صلاة الليل مثناء مثناء طيب إذن هذا ما يتعلق بمعنى قول مصنف بسبب خاص بسؤال قوله بغير سؤال الذي يكون بغير سؤال قال مثل وقوع حادثة معينة فلا يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فينزل فيها قرآن أو يراها النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم بها ولذلك فرقوا العلماء بين ما كان بسؤال وما كان بغير سؤال فسموا ما كان بسؤال بالسبب المتصل وما كان بغير سؤال فيسمونه بالسبب الكوني لأنه قد يكون لحادثة وقعت أو لأمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بما حدث وبعضهم يقول إن هذه الأسباب إما طلبية وغير طلبية فالسؤال هو الطلبي وغير السؤال غير الطلبي والنتيجة واحدة في التقسيم يعني يقولون مثلا من أمثلتها لما جاء في قصة برير رضي الله عنها لما كاتبها أهلها واشترطوا لبيعها أن يكون الولاء لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هنا هذا الجملة التي قال نفسه كل شرط عموم ليس في كتاب الله فهو باطل لكنه ورد على سبب خاص وهو اشتراط بريرة أو أهل بريرة رضي الله عنها الولاء لهم عند بيعها وهو شرط خالف مقتضى العقد أخذ منه فقهاء مذهب الإمام أحمد أن كل شرط يخالف مقتضى العقد يبطل وقد يبطل العقد معه وعبرت بقد وقد يبطل بناء على الخلاف المذهب على قولين في مسألة بعض الشروط هل هي مبطلة العقد أم لا نعم بدأ بالأقوال نعم القول الأول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند أحمد واصحابه والحنفية نعم هذا هو القول الأول وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا الاحتجاج به كثير وقد أوردت لك بعض الأمثلة منها وأمثلتها كثيرة ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم أخذوا منه أنه لا يجوز التداوي بالمحرم فيبقى على عمومه وهكذا في أشياء كثيرة جدا من باب هذا العموم وقوله عند أحمد هذا هو مذهب الإمام أحمد وقد أخذ من نصه فإن أحمد لما سئل عن الوضوء من ماء البحر قال لا بأس به ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحلال ميتته يقول القاضي فقد احتج أحمد بالحديث على العموم ولم يعتبر السبب الذي ورد له حيث أنه ورد في حاجة معينة لهم ربما أو لنوع من البحور أو المياه المستبحرة التي كانوا يقصدونها فاحتج أحمد بالعموم في جبيع الماء الكثير المستبحر أنه يكون طهورا قال وأصحابه هذا نص عليه أغلب أصحاب الإمام أحمد ممن وقفت عليه أبو محمد التميمي في رسالتي في الأصول القاضي أبو يعلى من تلاميذ أبي يعلى ابن البنة في الخصال نص عليه أبو الخطاب ابن عقيد ابن المنجة الشيخ تقييدين كتب المتأخرين مليئة بالتعليل بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في كلام الشارع دون كلام المكلفين نعم وروي عن أحمد وقاله بعض أصحابنا العبرة بخصوص السبب نعم قوله وروي عن أحمد أن العبرة بخصوص السبب قوله بخصوص السبب بمعنى أن اللفظ إذا سيق لأجل سبب معين فإنه يبقى تبقى دلالته على ذلك السبب دون ما عده إلا أن يدل دليل على العموم فحينئذ نعمم اللفظ فلا بد من البحث عن الدليل الذي يدل على عموم اللفظ إما باستخدام النبي صلى الله عليه وسلم للعموم أو استخدام الصحابة أو غير ذلك وهذا القول ذكر المصنف أنه روي عن الإمام أحمد وقوله روي عن إمام أحمد بيّنها الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله فقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه قد نقل عن أحمد ما يدل على أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا يؤخذ بعمومه قال وذلك أخذ من لفظين أحدهما قال وهو أصرح اللفظين فإن محتجا احتج عند أحمد على مسألة بقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فأجاب أحمد بأن هذه الآية إنما وردت في الرباء فقصر أحمد الاحتجاج بهذه الآية على الرباء دون عموم لفظها فحينئذ لا يدخل جميع أفراد عموم اللفظ تحت الاستدلال بها وهناك لفظ آخر في الإكرار لكن الشيخ تقي الدين قال إن اللفظ الأول أصرح في الاستدلال على هذه الرواية وقد عنيت بأن أذكر كلام أحمد فيما نسب له لسببين سبب الأول بيان أن أحمد له نظر في الأصول وقد ذكرت لكم في أول درس أن الإمام أبا العباس بن سوريج وسميته إماما لأنه له هذه المنزلة فقد حكي أنه أحد مجدد الإسلام ذكر بعض الشافعية أنه هو المجدد في القرن الرابع الهجري أو من نهاية القرن الرابع الهجري ذكر أن أصول أحمد أن أحمد بنفسه من أعلم الناس بالأصول وأصوله من أضبط الأصول فأحمد كان له اطلاع في الأصول جيد وواسع هذا من جهة الجهة الثانية أنه كثيراً ما ينسب لأحمد روايات ليس كلامه صريحاً فيها وذلك من المهم أن يبحث عن نص أحمد في المسائل الأصولية بالذات هل هي صريحة فيه أم ليست صريحة ومر معنا كثيراً ما ينسب لأحمد أو بعض أحياناً ينسب لأحمد أشياء وكلامه صريح بخلافها كما صرح الإمة بذلك نعم قال وروي عن أحمد وقاله بعض أصحابنا الذي قال بهذا القول هو القاضي في كتابه الكفاية فإنه قد قال بهذا القول قال العبرة بخصوص السبب وعرفنا ما معنى قولهم إن العبرة بخصوص السبب فاللفظ العام يكون دلالته على السبب واضحة ولا يكون دلالته على غير السبب الذي ورد عليه إلا بقارينة تدل على عموم اللفظ وإلا فالأصل أنه قاسر على السبب بدون ما عداه نعم وهو من كبار علماء المالكية العراقيين والمالكية العراقيون أعلم وأضبط لأصول مذهب مالك من أهل مصر والمغرب عموما لأنهم كانوا يستدلون بالأصول وذلك يقولون أن أول كتابات الأصولية عند المالكية إنما هي عند العراقيين كابن القصار في كتاب الأصول المشهور والأبهري كذلك قبل شيخه وتلميذ أيضا القاضي عبدالوهاب وغيرهم من المالكية العراقيين بل قد قال بعض المالكية إنما رد مذهب مالك على التحقيق إنما هو لمذهب العراقيين لأن المتأخرين يعتمدون شرح المازاري على التلقين والتلقين إنما هو للقاضي عبدالوهاب وكثيرا ما ينقل المازاري في شرحه على التلقين من كتب الأبهري لا شك أنه ينقل نقلا كثيرا جدا عن الأبهري نقل كبير جدا وواضح جدا نقله عن الشيخ أبي بكر الأبهري في شرحه وخاصة في كتاب شرحه على مختصر ابن الحاجب ولعله أن يخرج فقد وجدت قطعة كبيرة منه بحمد الله وفضله نعم وأما الشافعية فقد حكي عنهم قولان ولكن أكثر الشافعية على أنه كالحنابلة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب وإنما سبب الخلاف أنه اختلف ما هو قول الإمام الشافعي في هذه المسألة فقد نقل الآمد أن الشافعي يرى أن العبرة بخصوص سبب ورد هذا القول كثير من الشافعية ومنهم الإسنوي وبين أن هذا غير صحيح بل نص الشافعي على أن العبرة بالعموم فقد قال الشافعي في الأم ولا يصنع السبب شيئا إنما يصنعه الألفاظ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير سبب كلام صريح جدا من كلام الشافعي نفسه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب وهنا نكتة أذكرها لكم أيضا مناسبة في الكتب فقد ذكرت أن الذي استدرك هذا على الآمد هو الإسنوي الشيخ عبد الحليم الذي شرح منهاج البيضاوي والإسنوي ذكر في بعض كتبه من باب التحدث بنعمة الله عز وجل عليه وهو من علماء الصعيد أنه قد وقف على كتب لم يقف عليها كثير من متقدم الشافعية وضرب من أمثلة ذلك كتاب الأم فقال إني قد وقفت على أجزاء من الأم ولم يقف عليها الرافع فإن الرافع في الشرح الوجيز المسمى بالشرح الكبير أو المسمى بالعزيز لم يقف على الأم قال وقد وقفت على أجزاء منه ونحن في زماننا الآن الأم متوفر لطالب لا أقول الجامعة بل لطالب الثانوي إذا عرف اسم الأم يستطيع أن يوفره في دقائق يحمله عن طريق هذه الأجهزة وهذه دلنا على أنه ليست كثرة الكتب دليل على سعة العلم فالرافعي الذي يعني قيل من باب النبز اليوم رافعية لا شافعية من شدة عناية الشافعية بكتبه سواء الشرح الكبير أو الحاوي لم يقف على كتاب الأم الذي يقف عليه أو تحويه مكتبة صغيرة طالبة العلم في هذا الزمن ولذا فإنما العلم ما وعاه الصدر وليس علما ما حواه القمطر وإنما العلم ما وعاه الصدر نعم إذن عرفنا القولين نعم وبناء على ذلك فالقول الأول هو الذي قدمه المصنف وهو المجزون به عند أغلب المحققين نعم قال رحمه الله وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد نعم هذه المسألة من المسائل المهمة وهي قوله وصورة السبب قطعية الدخول يعني أن اللفظ العام حيث قلنا إنه يبقى على عمومه فإن له دلالتين دلالة على السبب ودلالة على غير السبب الذي ورد لأجله فأما دلالته على السبب فإنها دلالة قطعية وأما دلالته على غير السبب فإنها دلالة ظاهرة ظنية وليست قطعية وهذا معنى قول المصنف وصورة السبب أي سبب ورود طبعا قول المصنف هنا وصورة السبب لا بد أن ننتبه لمسألة مهمة جدا ليس المراد بصورة السبب الواقعة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المراد بصورة السبب ما شابها ما شابها تلك الواقعة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المراد فلا يذهب وهلك إلى أن المراد بصورة السبب الواقعة فلا شك أن هي قطعية لا خلافة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها وإنما نقصد بصورة السبب أي صورة المشابهة للواقعة للسبب الذي ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوله قطعية الدخول وبناء عليه فإن الدليل يكون دالا عليه ونجزم بذلك وقول المصنف عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم وسأذكر من يقابل الأكثر بعد قليل لكن ممن نص عليها أبو البركات وحفيده وابنه بيره وكثير من المتأخرين ومنهم مرداوي وغيره يقابل قول المصنف الأكثر أنه نسب بأبي حنيفة الإمام النعمان بن ثابت أنه يجوز إخراج سبب اللفظ ولا يدخل في عمومه فيكون مخصوصا من العموم فيقول إن السبب نقل عن أبي حنيفة أنه يرى أن السبب يجوز وليس لازم لكن يجوز إخراجه من العموم فيكون مخصصا فيجوز أن يخصص والحقيقة أن نسبة هذا القول يبي حنيفة غير صحيحة وإنما أخذت من مسألة في مسألة الولد للفراش والعاهل للحجر وأنتم تعرفون توجيه الحنفي لما قال هو لك عبد بن زمعة هو لك عبد بن زمعة فأثبت أثر الملك فيه حينئذ قال رحمه الله مسألة يجوز أن يراد طبعا تكلم عن أبي السبكي كلام طويل جدا في رفع الحاجب يجوز أن يراد بالمشترك معناياه معا هذه المسألة متعلقة بأمر مهم جدا أيضا وكثيرا ما يستخدم في كتب الفقه مثل المسألة السابقة المسألة السابقة من المسألة السورية التي ثمرتها كبيرة جدا بالعشرات إلا أن تكن بالمئات هذه المسألة قد يكون الاستدلال بها كثير كذلك ما معنى هذه المسألة هذه المسألة متعلقة باستعمال اللفظ على معانيه المتعددة فإذا كان اللفظ له مفاهيم متعددة ليس من باب العموم وإنما باعتبار تعدد المعاني وقد سبق معنا في الدرس الماضي أن دلالة العام على أفراده إنما هو من دلالة الكلية وأن دلالة اللفظ المشترك على ألفاظه إنما هو من باب دلالة الكلي وهذه المسألة هي متعلقة من باب الكل للكلية بمعنى أنه إذا كان اللفظ الواحد له معنيان فأكثر سواء كان المعنيان كلاهما حقيقة فيكون اللفظ لفظا مشتركا واللفظ المشترك معانيه كلها استعمالها في معانيه كلها حقيقة أو أن يكون معنياه أحدهما حقيقة والآخر مجاز فهل يجوز استخدام اللفظ الواحد لهذه المعاني أم لا لكي نفهم هذه المسألة أكثر لأصور حالتين يتضح بهاتين الحالتين معنى هذه المسألة نقول إن استخدام اللفظ المشترك في أحد معانيه في السياق ثم استخدامها في المعنى الثاني في سياق آخر جائز بلا خلف على سبيل المثال العين تقول رأيتك بعيني تقصد بها الباصرة ثم تقول شربت من عيني أي الجارية التي في ملكك طبعا فتكون هنا العين هنا بمعنى الجارية التي في ملكك أو التي تختص بالانتفاع بها فهنا استخدمت اللفظ المشترك بمعنيين لكن في سياقين ولفظين مختلفين هذا يجوز باتفاق لكن السؤال هنا هل يجوز أن تستخدم اللفظ المشترك في سياق واحد على معنيه فتطلق لفظ العين وتقصد بها الجارية والباصرة والجاسوس معا أم لا أو تطلق لفظا تقصد به الحقيقة والمجاز معا أم لا هذه هي المسألة التي أوردها المصنف وهذه المسألة أورد فيها المصنف أربعة أقوال أوردها سردا ثم لك لا أنسى ثم نورد الأقوال التي أوردها المصنف أولها أنه يجوز مطلقا والثاني أنه لا يجوز بل لا بد أن يستعمل على أحد ألفاظه فقط أعفا على أحد مفاهيمه ومعانيه فقط الثالث أنه يجوز في التثنية والجمع ويمتنع في اللفظ المفرد والرابع أنه يجوز في النفي دون الإثبات نبدأ في القول الأول نعم تفضل يجوز أن يراد بالمشترك معانياه معان والحقيقة والمجاز من لفظ واحد ويحمل عليهم عند القارب بن عقيل والحلوان وغيرهم نعم هذا هو القول الأول يقول المصنف القول الأول أنه يجوز أن يراد بالمشترك أي باللفظ المشترك مثل العين مثل القرء وسيأتينا الآن بعض الألفاظ مثل القرء قد تستخدم المعنيين معان فإن القرء يطلق على الحيظ والنفاس فهل يمكن أن نقصد بالقرء الحيظ والنفاس معان نعم سيأتي بعد قليل إن شاء الله قال أن يراد بالمشترك معنياه معان إن كان له معنيان وإن كان له أكثر من معنيين فيراد أكثر من معنيين من معانيه قال والحقيقة والمجاز من لفظ واحد أي ويجوز أيضا أن يراد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معان فيجوز أن تريد الحقيقة والمجاز معان قال ويحمل عليهم أي ويحمل على المعنيين ويحمل على الحقيقة والمجاز كذلك عند القاضي أي القاضي أبي يعلى وهذا أحد قوليه لأنه في العدة ذكر في أول الكتاب في المجلد الأول قولا يختلف عن ما ذكره في المجلد الثاني فهنا ذكر أو هذا القول في المجلد الثاني فذكر أنه يحمل عليهم معا وهذا القول أيضا نسبه له تلميذه أو الخطاب ما يدل على أن هذا القول هو المقدم من قوله طيب قال وابن عقيل والحلواني وغيرهم وممن قال بهذا القول الشيخ تقي الدين فقد نقل في شرح العمدة أن الصحيح عندنا أنه يجوز حمل اللفظ المشترك على معنيه وذكر مثالا في شرح العمدة وقال المرداوي إن عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد هذا باعتبار أن أكثر أصحاب الحنابلة منه وأما غير الحنابلة فقد نسب هذا القول الشافعي وقطع به بعض المحقق أصحابه كابن أبي هريرة والباقلاني ونسبه أبو المعالي الجويني للمحققين بل ونسبه لجماهير الفقهاء ونسب أيضا لأكثر الحنفية والقاضي عبدوهاب نسبه لمذهب المالكية إذن هذا هو القول الأول يعني من أمثلة هذا التطبيق هذا القول أو خلنا أخذ بعد ما نفرع القول الأول أذكر الأمثلة بعدها قليل نعم قال ثم ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرية كالعام أم مجمل فيرجع إلى مخصص خارج نعم قول مصنف ثم هذا تفريع على القول الأول وهو القول بالجواز ومحلها ذلك حيث طبعا تجردت عن القرينة التي تدل على المعنى يقول ثم إذا قلنا بالجواز هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام أي إذا جاءنا لفظ مشترك ولم تأتنا قرينة تدل على أن هذا اللفظ المشترك أريد به أحد معنييه أو جاءنا لفظ يحتمل الحقيقة والمجاز معا ولم يأتنا قرينة تدل على أن المراد به الحقيقة أو أن المراد به المجاز فقط فهل في هذه الحالة نقول إنه يكون ظاهرا في الدلالة على المعنيين معا قال كالعام أي كالعام على أفراده فيكون حكم حكم العام هذا هو القول الأول وهذا هو اختيار يعني جماعة ومنهم الشيخ تقيق الدين كما سيأتي بعد قيه في كلام مصنف القول الثاني ممن يقولون إنه جائز قال أم مجمل بمعنى أنه لا نعمل بأحد اللفظة المشترك بل نحتاج إلى الوقوف على مبين وحينئذ لا يعمل به إذ المجمل لا يعمل به حتى يرد المبين كما تعلمون قال فيرجع إلى مخصص خارج لا بد من دليل يدل عليه ومؤد هذا القول الذي هو الثاني أن معنى قوله مجمل يرجع فيه إلى مخصص أن استعمال اللفظ لجميع معانيه ومفاهيمه إنما هو من باب المجاز وحينئذ فلا يستعمل في جميع المعاني إذا تجرد عن القراء ولا بد من البحث عن قرينة فإذا وجد القرينة الدالة على استعماله على الجميع عملنا بها وإن لم ترد قرينة فنحمله على الحقيقة فقط دون المجاز أو نقول هو مشترك ولا قرينة فيكون مجملا ولا يعمل به هذا هو مؤدى ونتيجة القول الثاني أظن يعني يكون واضح فيهما نعم بدأ يقول من قال بكل واحد من القولين وسأذكر الأمثلة حينما نقول ذلك نعم الأول الأول وهو القول بأنه ظاهر في استعماله في المعنيين مع عدم القريدة الأول قول الشافعي نعم قول الشافعية الشافعي قول الشافعي وليس الشافعية أنت قلت الشافعية الشافعي نعم حسن سمعت فخطأ هو قول الشافعي وهكذا حكاها الآمدي والمصنف نقالها عن الآمدي بأنه قول الشافعي نعم وهو كثير في كلام قاضي وأصحابه في المباحث نعم قال وهو كثير أي كثيرا ما يستخدم القاضي أبو يعلى وأصحابه وتلاميذ كابن عقيل وغيره الاستدلال بهذه القاعدة في المباحث أي في المباحث الفقهية فنجدهم يستدلون على أن هذا اللفظ يستعمل لجميع معانيه مطلقا من غير دليل يدل على الاستعمال على جميع المعاني أضرب أمثلة من المباحث التي نقل فيها أن القاضي استعمل ذلك من هذه أنه جاء في قول الله عز وجل أو لامستم النساء كلمة لامستم من اللمس واللمس ذكروا أنه حقيقة باليد مجاز في الجمع هكذا على قولهم في هذه المسألة استدل القاضي وابن عقيل وغيره على أن الآية وهي قول الله عز وجل أو لامستم النساء تدل على الأمرين أن كليهما سبب للحدث فمن جامع امرأة فقد وجب عليه الحدث الأكبر ومن مسها بيده لكن بقيد لأنها ليست مطلقة للأحاديث التي قيدته ومن مس امرأة بيده بشهوة انتقر بيده أو بغير يده طبعا لأن المذهب اللمس يعني فائدة لغوية ذكرها الشراح المتأخرون ما الفرق عندهم بين المس واللمس عند المتأخرين ولم أقل عند عموم أهل اللغة لأن هذه المسألة اللغوية شائكة المتأخرون يفرقون بين المس واللمس بأن المس باليد واللمس بسائر الجسد وعلى ذلك فإنهم يقولون إن من نواقض الوضوء مس الذكر ولمس المرأة بشهوة ففرقوا بين المس واللمس هذا كلام المتأخرين ومنهم اللبدي في حاشية وغيره إذا أردت أن تعرف من الذي نص على هذا التفريق إذن سالم باب الفائدة خرجنا قليلا عن ترس إذن أنا قصد أنه استدل بهذه الآية على عموم الحقيقة والمجاز فيها مثال آخر يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين الأولاد قالوا حقيقة في أولاد الصلب مجاز في أولاد الأولاد وقد حمل العلماء هذه الآية لجميع من يحمل عليه ذلك من أمثلة حمل أصحاب الإمام أحمد اللفظ على حقيقته ومجازه معا في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين هذا الحديث هو أصح ما ورد في فضل سورة ياسين وليس لازم من كونه أصح ما ورد في الباب أن يكون صحيحا ولكن أصح ما جاء هو لأن ياسين ورد فيها فضائل كثيرة جدا ولكن أصحه هذا واستدل به الفقهاء كثيرا والأخذ به مشهور عند أهل العلم استدل بعض أصحاب الإمام أحمد وهو أبو البركات المجد بن تيمي صاحب المحرر أن هذا اللفظ وهو قوله اقرأوا على موتاكم موتاكم الميت حقيقة هو الذي قبضت روحه ومجازا من قاربه إذ ما قارب الشيئة يصدق عليه وصفه من باب المجاز وذلك يقول ما قارب الشيئة أخذ حكمه وبنانعلي فيقولون يقرأوا عن الميت والمحتضر فحملت على المحتضر وهو المجاز فيستحبون القراءة عليه والميت عندهم عند الدفن فقط وهذا هو مذهب أحمد لكي نفهم مرادهم إذن الميت القراءة عليه في موضعين هما المشروعان عند أصحاب أحمد وهو مذهب أحمد وهو متجه الأول عند الاحتضار فيستحب القراءة القرآن عنده ليخفف عليه ومنه هذا الحديث اقرأوا على موتاكم فمعنى المجاز له أي عند احتضارهم وقرب موتهم الموضع الثاني الذي يشرع فيه القراءة سواء من باب الإباحة أو الندب عند دفنه وقد نص عليه أحمد فإن أحمد فيما نقل الخلال في مسألة جزء القراءة عند القبور أنه منع القراءة بعد الدفن ثم نقل له نقل أن الصحابة كعبد الله بن عمر أظن أو سعد بن وقاص نسيت الآن قال اقرأوا علي بعد دفني فأذن له أن يقرأ عنده بعد الدفن مباشرة إذن فالمشروع أمران فقط ونص الشيخ تقيدين أيضا على جواز هذين الأمرين ما عدا ذلك فلا بعد الوفاة وقبل الدفن لا يشرع قراءة القرآن عنده فلا ينتفع بها ولا يخفف عنه وأما قبل الاحتضار فينتفع بها وبعد الدفن مباشرة يستأنس بقراءة القرآن كما نقله الصحابة بعد الدفن لفترة طويلة ليس مشروعا قراءة القرآن لأنه لم يرد وإذلك فإن بعض الإخوان قد يقرأ كلام الفقه ولا يفهم محل تنزيل فإن مرادهم هو هذه الصورتين فقط التي يشرع فيها قراءة القرآن عند الميت أو عند القبر نعم قال لكن لكن صرح القاضي وابن عقيل بالثاني نعم قوله صرح القاضي وابن عقيل بالثاني مراده بالثاني أي بالقول الثاني بأنه يكون مجملا فلا بد من الرجوع إلى مخصص خارج ذلك المخصص هو الذي يدلنا على أنه لا بد من العمل بجميع المعنيين هذه الجملة التي أوردها المصنف وهي قوله لكن صرح القاضي وابن عقيل بالثاني نقلها بالنص من كلام الشيخ عبد الحليم بن تيمية ابن المجد بن تيمية في المسودة فقد نقل هذه بنصها وابن مفلح لما نقل هذه الجملة قال وفيه نظر وسكت فنظر هذه الجملة ويظهر والعلم عند الله عز وجل أن سبب تنظير بالمفلح أولا لأن القاضي إنما قال ذلك فعبارة القاضي هي لا يجوز حمل الاسم على معنيين مختلفين أحدهما حقيقة والآخر مجاز ولو حمل اللفظ عليهما لم يتمنع منه من غير دلالة فقول القاضي هذا إنما هو محله حيث كان يقول إنه لا يجوز لأن القاضي له قولان القول الأول أنه يجوز والقول الثاني أنه لا يجوز إنما قال إنه لا بد من الدليل في قوله الذي قال إنه لا يجوز وهذا مسلم فإن الذي يقول إنه لا يجوز حمل لفظ على معنيه إلا بدليل هذا استثنى يرد فهم محمون ولم يأتي في القاضي في سياقه الذي قال فيه بالجواز ذلك هذا واحد الثاني نسبة القول ابن عقيل أظنه لأنه ليس موجودا له فقد نظرت في المبحث كامل في الواضح لم أجد كلاما لابن عقيل وإنما وجدت الكلام لأبي الخطاب وأبي الخطاب أصلا يقول بالقول الثاني وهو عدم الجواز إذن تنظير ابن مفلح لنسبة هذا القول للقاضي وابن عقيل في محله فإن القاضي لم يصرح به وإنما فرعه على القول الذي قال به الثاني وليس على القول الأول والمصنف أو رده تفريعا على القول الأول نعم من أهل العلم من قال بأنه مجمل لكن غير القاضي وغير ابن عقيل من من قال به نقله بالحاجب عن جماعة من الأصوريين نعم قول الثاني وهو قيل لا يجوز وهو قول أبي الخطاب وهو أحد قوله القاضي قاله في أول العدة وأما في آخره ومنتصفه فقد قال بالجواز وهذا القول القول الثاني انتصر له ابن القيم وبشدة بخلاف قول شيخه الشيخ تقي الدين فإن ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام وصوا في هذا الكتاب بكسر الجيم لا كما يشاع على أسنة الكثير من الناس بأنه بفتحها جلاء الأفهام وقد ذكر القرطبي في تفسيره أول تفسيره أن من بركة العلم نسبته إلى أهله وهذه الفائدة أخذتها من الشيخ مرة ابن باز في سيارة فقال الصواب أن تقول جلاء بالكسر ثم ذكر أصل اشتقاق أنها كجلاء المرآتي ثم ذكر اشتقاقه اللغوي فمن بركة العلم أن ينسب إلى أهله طيب إذن قوله وقيل نعم هذا قول أبي الخطاب وهو أحد قول القاضي ولم ينسبه أبو الخطاب للقاضي لأن القاضي القول الثاني هو الأشهر وهو المتقدم بالجواز وانتصر له من قيم وأطال في الانتصار له في جلاء الأفهام بل قال إن أكثر علمائي على هذا القول ذكر أن الأكثرين على هذا القول وقوله لا يجوز أي لا يصح حمل اللفظ المشترك على معنيه معا بل لا بد من حمله على أحد المعنيين دون ما عده قالوا لأنه لا يجوز أن تقول تقصد بالحماري الحيوان والبريد معا لأن البريد ليس بدابة تمشي على أربع وإذا كف إن هذه الأمري لا يمكن حملهما عليه لكن يقال نعم الكلام هذا الصحيح فيما إذا كان اللفظين المشتركين لا يمكن تنزيلهما على دلالة واحدة نعم وقيل يمتنع في المشترك في اللفظ المفرد ويجوز في التثمية والجمع لتعدده نعم قال وقيل وهذا قول لبعض الشافعية يمتنع أي يمتنع حمله في المشترك في اللفظ المفرد طبعا لم يتحدث هنا في هذا القول عن الحقيقة والمجاز وإنما في لفظ المشترك قال في اللفظ المفرد أي بأن إذا كان لفظ المشترك واحدا ومثلوا لذلك فلو قال اعتدي بقرئ فحينئذ لا يكون مراد بالقرئ الطهر والحيض معا بل لابد من اختيار أحدهما فهو إما أن يحمل على الحقيقة فقط أو على المجاز فقط اعفوا إما أن يحمل على أحد المعنين فقط إما الطهر أو الحيض أو الحقيقة والمجاز إذا قال إنه ليس بل لبعض المراه مشترك وبعض المراه حقيقة ومجاز والأقرب أنه اشترك نعم قال ويجوز في التثنية والجمع أي إذا كان اللفظ المشترك مثنن مثل إذا قال اعتدي بقرؤيني أو بثلاثة قرؤ فيصح أن يكون مراده بالجمع هنا الحقيقة والمجاز معا قوله لتعدده هذا تعليل أي لأن التثنية والجمع في حكم تعدد الألفاظ فكأنه قال اعتدي قرأيني اعتدي قرآن واعتدي قرآ فيحمل القرؤ الأول على الحيض ويحمل القرؤ الثاني على المجاز هكذا قال بعض الشافعية نعم وقيل يجوز في النفي للإثبات نعم قال وقيل وهذا قول الرابع في المسألة وهو احتمال أو رده أبو الحسين البصري وتبعه عليه الرازي وهو وجه عند الشافعية وظاهر كلام الحنفية وقد أطال أبو الخطاب في رد هذا القول في التمهيد قال وقيل يجوز في النفي لا في الإثبات بمعنى أنه إذا جاء لفظ المشترك في نفي فإنه يجوز كما لو قال لا تعتدي بقرآن فقد يكون مراده الحقيقة والمجاز أو لفظ المشترك معا بخلاف إذا قال اعتدي بقرآن فإنه يحمل على أحد المعنيين دون معده مسألة نفي المساواة مثل لا يستوي أصحاب النار من أصحاب الجنة للعموم عند أصحابنا والشافعية وعند الحنفية يكفي نفيها في شيء واحد نعم هذه المسألة من المسائل التي يرد الاستدلال عليها كثيرا بل إن بعض الآي التي فيها نفي المساواة يستدل بها على عدد كثير من المسائل مثل نفي المساواة بين المؤمن والفاسق استدل بها كثيرا استدل بها فقه الحنابل على أن الفاسق لا ولاية له سواء كانت ولاية الإمامة سواء كانت ولاية العامة أو ولاية الخاصة مثل التزويج بل حتى الشهادة يستدلون بها على ذلك يقول المصنف نفي المساواة مثل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وهذا نصهم في كتاب الله فيها نفي المساواة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار قال للعموم أي للعموم في جميع الأمور لا يستوون في الإثابة لا يستوون في غير ذلك من الأمور ومثل نفي الشارع المساواة بين المسلم والكافر فإنه لا يستوي المؤمن والذم في كل الأحكام فيما يتعلق في الأصل إلا ما ورد النص به مثل بعض الأمور التي أقر أهل الذمة عليها قال عند أصحابنا أي أصحاب الإمام أحمد وهذا الذي يعني عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد كالقاضي وقد نص عليه القاضي ليس في العدة وإنما نص عليه في التعليقة فقد نص في التعليقة على هذه القاعدة وأيضاً من نص عليه أبو البركات وحفيد الشيخ تقي الدين وابن مفلح والمرداوي وغيرهم قوله هو الشافعية أي كثير من الشافعية جزم به ابن الحاجب والآمذي وكثير من الأصوليين يذهبون إلى هذا الرأي من تطبيقات هذا الأمر طبعاً هذه نفية المساواة أورد الطوفي في تفسيره استشكالاً على الاستدلال بها فقد ذكر أن بعض الناس لما قال بالاستدلال بنفي المساواة طردها من الطرفين أي من الطرفين الذي نفيت فيها المساواة فعلى سبيل المثال حينما نفى الله عز وجل المساواة بين المؤمن والكافر لا يسوي أصحاب الجنة وأصحاب النار استدل بها على أن المؤمن لا يقاد بالذم فإذا قتل مسلم كافراً لا يقاد به وهذا لا شكال فيها بل استدل وهذا هو الإشكال في الاستدلال أنه قد استدل بها بعض من باب الطرد بأن الذمية لا يقاد إذا قتل مسلماً فلا يقادوا بالمسلم لأنهم لا يستوون فنفي المساواة تقتضي جميع أوجه المساواة ومن شرط القصاص والقود المساواة ولكن يرد على ما ذكره الطوفي من استشكال هذه المسألة بأن المساواة لا يلزم منها ثبوت الحكم للأعلى على الأدنى وإنما ثبوت الحكم للأدنى على الأعلى فهذا هو المنفي وذلك عندنا الحكم بالأولوية وذلك فإن الأولوية هي من فح والخطاب فيثوت بها حيث ثبتت المساواة فالأولوية من باب أولى وقد أطال طبعاً الطوفي في تفسيره في استشكالات الواردة على هذا الاستدلال ثم ذكر المصنف القول الثاني وقال وعند الحنفية ووافق الحنفية في ذلك الغزالي والرازي والبيضاوي وأنتم تعلموا مكررها دائماً دائماً البيضاوي يأخذ طريقة الرازي بينما من الحاج بيأخذ طريقة الآمدي هذه واضحة يعني وذلك يقولون قال الرازي ومن تبعه وقال الآمدي ومن تبعه ولهذا مسلك ولهذا مسلك وربما كان نزاع هذين الرجلين وهناك كتب للآمدي مفردة في اعتراضات أو ردها على الرازي قد تكون سبب في المدرستين التي وردت بعد ذلك قال وعند الحنفية وذكرت لكم أنه وافقها البيضاوي قبلها الرازي يكفي نفيها في شيء واحد فإن نفيها في شيء واحد يسقط به الاستدلال حينئذ ولا يلزم العموم في النفي في جميع هذه الأمور الأمثلة في ذلك كثيرة جداً حتى قال الشيخ تقي الدين يستدل بهذه الآية في كل ما ورد به القرآن مثل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات فيستدل بها على أن الأحياء غير الأموات في كثير من العموميات كذلك مثل الفريقين كالأعمى والأصمي والبصير والسميع هل يستون مثلاً أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها من الأمثلة أو الاستدلالات الحنابلة التي أوردها القاضي في التعليقة قول الله عز وجل أفمن كان مؤمن كمن كان فاسقا لا يستون فنفى الله عز وجل المساواة بين المؤمن والفاسق استدل بها القاضي والحنابلة بعده ومنهم صاحب الكشاف على أنه لا تجوز إمامة الفاسق لغير الفاسق هذه المسألة مشهورة جدا مشهورة مثب الحنابلة أنه لا يصح إمامة الفاسق لغيره ويستدلن عليها بهذه الآية وغيرها من الأدلة فالأدلة غير محصورة كما تقدم معنا في أول شرح هذا الكتاب ولأن الإمام فيها معنى الولاية والفاسق ليس محل للولاية والرواية الثانية في مذهب أحمد واختيار الشيخ تقييد دين أنه طبعا المذهب لا يستثني إلا الجمعة للفائدة الجمعة وحدة هي التي يجوز صلاتها خلف الفاسق وأما الرواية الثانية في مذهب أحمد فإنه يجوز الصلاة خلف الفاسق واستدلوا بما روى أحمد لأن عندهم قاعدة وإن كانت ضعيفة أن كل ما رواه أحمد فهو محتج به يعني أحتج به أحمد نقل هذا اللفظ أو هذه القاعدة جمعه منهم ابن مفلح لما روا أحمد في المسند وإن كان في إسناده ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل بر وفاجر أخذ منه الشيخ تقييدين رواية أخرى عن أحمد منصوصة عنه أيضا في الجمعة وفي غيرها أنه يصلى خلف الفاسق حتى قال الشيخ تقييدين حتى الفاسق في الاعتقاد ما داب من أهل القبلة فتصح الصلاة خلفه ولكن غيره يكون أولى منه ولا شك أي ضمى مر معنا في القتل فكم استدلال بها قبل قليل مسألة دلالة الإضمار عامة عند أصحابنا وأكثر المالكية خلافا لأكثر الشافعية والحنفية نعم هذه المسألة من المسائل التي يتكلم العلماء عنها في العموم العموم مر معنا أو العموم خلن نقسمه قسمين عموم للألفاظ لدلالة الألفاظ وتقدمت فذكرنا صياغ العموم وعموم لدلائل غير اللفظية إذن العموم عموم دلائل لفظية وتقدمت صياغها وكثير من أحكامها وهناك عموم لدلائل غير لفظية بمعنى أن اللفظ ليس فيه صيغة العموم وإنما العموم مأخوذ من معنى أو مفهوم من اللفظ ما هي العموم غير اللفظي العموم غير اللفظي أورد المصنف مسألتين هنا مسألة وهناك مسألة سيريدها بعد ذلك ربما بعد أربع أو خمس مسأل أولها دلالة الإضمار وسنتكلم عنها الآن الثانية رحمكم الله دلالة المفهوم لأن المفهوم ليس لفظا وسيتكلم المصنف هل لها عموم أم ليس لها عموم ربما الدرس القادم أو الذي بعده لكن إن شاء الله القادم بإذن الله إذن عرفنا هذا الدلال ما معنى دلالة الإضمار دلالة الإضمار معناها أنه لا بد من إضمار شيء في الكلام ليصح فهمه فلا بد من إضمار شيء وهذه الصحة إما أن يكون مجيبها العقل أو العادة أو اللغة أو الشرع أحياناً فكل هذه تسمى دلالة إضمار الأصوليون لهم مسلكان بس من باب الفائدة فبعض الأصوليين يرى أن دلالة الإضمار في الكلام هي نفسها دلالة الإضمار في الكلام لأن دلالة الإضمار في إضمار على هذه الأشياء هذا عقلي وهذا هذا اقتضاء عادي نحن نتكلم عن اقتضاء اللغوي فكثير من الأصوليين يرى أن دلالة الإضمار هي دلالة الإضمار وهذا هو ظاهر كلام الموفق بن قدامه والمرداوي وغيره وبعض الأصوليين يفرق بينهما فيجعل دلالة الإقتضاء أوسع من دلالة الإضمار ذكر هذين المسلكين بدر الدين الزركشي ابن بهادر في البحر المحيط ذكر المسلكين في التفريق هل هما واحد أم لا طيب دعم يعني دلالة الإضمار نحن نتكلم عنه إذن عرفنا معناها بسرعة لكي نعرف دلالة الإضمار أريدك أن نعرف مسألة أو مسألتين الأصل في الكلام عدم الإضمار هذا هو الأصل حتى يدل دليل عليه كما أن الأصل في الكلام عدم العموم حتى يدل دليل عليه فلابد من وجود دليل يدل على الإضمار قد يكون الدليل العقلي قد يكون شرعي قد يكون لغوي قد يكون عادي فلابد من الإضمار حين ذاك سيظهر في الأمثلة بعد قريب نص على هذه القاعدة الطوفي فإن أضمرنا شيئا ليس موجودا في اللفظ فهل هذا المضمر يكون عاما أم ليس بعام هذه هي مسألة هنا ومعنى قولنا عام يعني هل يصح أننا نقول إنه عام في جميع المضمرات كلها حتى يأتي دليل فن يخرج بعض المضمرات أم ليس عاما هذا هو بحث المسألة في هذه بنصها يقول الشيخ دلالة الإضمار عامة طبعا أو هذا المسألة فيها قولان أطلق المصنف القولين ولكنه قدم أن الدلالة الإضمار عامة وممن أطلق القولين ابن مفلح وشفروع كذلك قال دلالة الإضمار عامة هذا هو القول الأول عند أصحابنا أي أصحاب الإمام أحمد ممن جزم بذلك القاضي في العدة وأبو البركات وجزم به الشيخ تقييدين بن تيمية وبن مفلح وصححه المرداوي كذلك أن دلالة الإضمار عامة وأخذ هذا القول من كلام الإمام أحمد فإن الإمام أحمد لما ذكر تحريم الله عز وجل الميتة قال حرم الله الميتة والجلد من الميتة فلا يطهر بدباغه فهنا فيه عموم في الإضمار حرم الله الميتة حرم جلدها حرم لحمها حرم دمها حرم غير ذلك من الأمور المتعلقة بها فيكون عام في كل المضمرات ولا نستي إلا ما ورد الدليل به كالشعر والصوف والرش قال وأكثر المالكية خلافا لأكثر الشافعية والحنفية قوله أخلافا لأكثر الشافعية والحنفية هذا القول الثاني وهو أن المضمر دلالته ليست عامة وإنما يجب يجب أن لا يضمر شيء إلا بدليل ونقف عند ذلك الدليل ولا نتجاوزه لغيره وهذا القول نسبه المرداوي لابن حمدان من الحنابلة فقال به ابن حمدان طبعا أمثلتها كثيرة مثل ما ذكرت لكم الميتة حرم الله الميتة عينها ليس فقط بل أكلها والانتفاع بها مثال آخر من تطبيق الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه هذه جاءت في سياق الذين كانوا يأخذون شحوم الخنزير فيجبلونها يعني يذيبونها ويطلون بها السفن فأخذوا من ذلك الحنابلة أنه لا يجوز الانتفاع بشحم الخنزير في طلاء السفن قال لا أخذوا أنه لا يجوز لكن ابن رجب في شرح الأربعين رجح أنه إنما يعني إنه يجوز الانتفاع بها في ذلك في الطلاء لأن نبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره وقول نبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه نص على تحريم البيع والشراء لشحم الخنزير وليس نصا على الانتفاع بها المأذن به فيقول يجوز الانتفاع بها في الطلاء ويجوز الانتفاع بشعرها ويجوز الانتفاع بأنفحتها وهذا الحقيقة من دقيق الفقه منها رحمه الله تعالى ذكر ذلك في شرح الأربعين في شرح الأربعين ذكرها لا الخنزير والميتم يتوها كذلك هو جابها في السياق الخنزير نعم أحسنت نأخذ ولا نقف كم بقي عشان للدرس القادم نبدأ موضوعا جديدا نأخذ أخر جملة قال رحمه الله تعالى مسألة الفعل المتعدي إلى مفعول نحو والله لا آكل أو إن أكلت فعبد الحر يعم مفعولاته طيب هذه مسألة متعلقة بالفعل المتعدي الفعل يتعدى إما بنفسه وإما بحرف أو قبل أن نتكلم عن يتعدى الأفعال نوعان لنأخذ اللغويا الأفعال إما لازمة وإما متعدية كما تعلمون والمتعدي إما أن يتعدى بنفسه فينصب مفعولا وقد يتعدى المفعولين وإما أن يتعدى بحرف جر إلى وبحرف الجر المتعددة والمتنوعة هنا نتكلم عن الفعل المتعدي فالفعل المتعدي له حالتان إما أن يتعدى ويذكر مفعوله في النص الشرعي وإما أن لا يذكر مفعوله بل يسكت عن مفعوله مثال الأول كثير جدا أن يذكر المفعول كثير كثير جدا في كلام الشارع وفي كلام الآدميين فحيث ذكر المفعول فإن المفعول فإن الحكم يقتصر على المفعول فقط والمفعول يعم أفراده من باب عموم أفراد المفعول فقط هنا بس نكتة خارجا أذن أنتم لم يمكان وقت ضيق في مسألة أصولية دقيقة جدا وهو أن المفعول المذكور قلنا إنه عام على أفراده هل يستثنى من ذلك شيء بمعنى هل يستثنى المقصود باللفظ أم لا ذكر بالرجب قولين في المذهب وأن الصحيح أنه مخصوص ومثل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فهل هو عام لكل من سمع المؤذن حتى المؤذن نفسه نقول فيها قولا في المذهب والصحيح أنه مخصوص من هذا الخطاب فالمؤذن وإن كان يسمع نفسه ليس مطالبا ندبا أن يقول مثل ما يقول وهو ظاهر الحديث كذلك وذكر فرعا كثيرا لكن هذه المسألة لم يردها لم يردها المصنف فلذلك فقط من باب الفائدة لمن أرادها نحن كلامنا إنما هو في المسألة الثانية إذا كان الفعل يتعدى لمفعول ولم يذكر المفعول في الكلام فهل نعم المفعولات أم لا نعم المفعولات لو ذكر نقول لا يعم المفعولات وإنما يعم عموم أفراد لما صدق عليه الاسم لكن هل يعم المفعولات أم لا مثله المصنف بقوله نحو الله لا آكل رجل قال والله لا آكل وسكت لم يقل لا آكل لحما ولم يقل رزا ولا غير ذلك ومثله إن أكلت فعبدي حر أتى المصنف بهاتين المسألتين أو بهذه المثالين الأول في النفي والثاني فيه إثبات إن أكلته وإراده جميل جدا والسبب أن كثيرا من الأصوريين يبحثون المسألة الأولى دون الثانية فيبحثون هذه المسألة ويعنونون لها بقولهم الفعل المنفي هل يعم أم لا هي نفسها مسألتنا فبين المصنف أن الفعل المنفي إذا لم يذكر مفعوله الخلاف فيه مثل الفعل المثبت وأن الحكم فيه ما سوى وهذه نكتة جيدة أوردها المصنف بالتمثيل قول المصنف يعم مفعولاته انظر هنا عبر المصنف بأنه يعم المفعولات وبنان عليه فإن كل مفعول يعم أفراده وبنان عليه فلو قال والله لا آكل فيشمل جميع المفعولات لكن لو قال والله لا آكل تمر فيشمل جميع أجزاء التمر وصوره التي تصدق تحته إذن فيشمل جميع المفعولات من الأكل وغيره وهذا القول الذي أورده المصنف قدمه وجزم به هنا وجزم به بعده ابن مفلح وجزم به المرداوي وغيرهم ينبني على أنه يعم مفعولاته تفضل فيقبل تخصيصه نعم فيقبل تخصيصه وأن يمكن أن يرد عليه تخصيص وهذا التخصيص إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالنية إذ النية مخصصة في ألفاظ المكلفين ربما نتكلم عنها في المخصصات هناك إن شاء الله فالنية مخصصة وهذه من أصول الحنابل أن النية تخصص نعم فلو نوى مأكولا معينا لم يحنت بغيره باطنا عند الأكثر نعم ومنهم ذهب الحنابل وأما في الظاهر إيش معنى الظاهر يعني لو أن رجلا قال إن أكلت فامرأته طالق ونوى أكلا معينا ما لم ترفع المرأة إلى القاضي فإنه يدين بينه وبين الله عز وجل أن قصده بالأكل أكل كذا وكذا من الطعام مثل أكل فالوذج مثلا وهكذا من الأطعم المشهورة وأما إن رفعته إلى القاضي فالقاضي إنما يحكم بالظاهر ولا يحكم بالباطن فلا ننظر لنيته وإذاك دائما تجد في كتب الفقه يقولون يدين بمعنى أنه يحكم به باطنا وإن قال يحكم ظاهرا فمعنى أنه لا يدين هذا معنى قوله يحكم به باطن عند الأكثر وهذا قول أصحاب الإمام أحمد ومالك والشافعي خلافا لابن البنى وأبي حنيفة نعم ابن البنى هو تلميذ القاضي أبي يعلى صاحب كتاب الخصال وغيرها وأبي حنيفة رحمة الله على الجميع فإن أبا حنيفة نسب له هذا القول وممن قال بهذا القول الرازي والقرطب من المالكية فعلى الأول فعلى الأول هو قوله أنه يعم في قبوله حكما روايتان نعم قوله في قبوله حكما روايتان أي عند أصحاب الإمام أحمد وهاتين روايتين أطلقهما أيضا ابن مفلح الرواية الأولى أنه يقبل حكما أمام القاضي فيقبل قوله والرواية الثانية أنه لا يقبل وظاهر كلام طبعا والقول بأنه يقبل هو قول مالك وصاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن حسن وقول أنه لا يقبل هو قول الشافعي وهو الذي عليه أكثر المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد أنه لا يقبل حكما يعني هذه المسألة أمثلتها واضحة من أمثلتها التي أوردها العلماء لو أن رجلا قال إن تزوجت أو أكلت أو قال إن شربت أو لبست كذا فعلي كذا من باب النذر أو امرأته طالق أو حلف قال والله لا آكل فهل تخصيصه ذلك بنيته مقبول أم ليس بمقبول وهذا الكلام وصل الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سمي شيخنا تفضل نعم لا بخصوصي آه في كلام المكلف أحسنت أحسنت نعم عندنا قاعدة يا شيخنا أن التخصيص في ألفاظ المكلفين يرجع فيها للنية من باب الديانة وأما في غير الديانة في القضاء فقد ذكروا أنه يرجع إلى سببها وما هيجها فعندما نقول العبرة بخصوص السبب كلام صحيح أمام القضاء حكما بالضبط كلامك صحيح لكن حكما حكما العبرة بخصوص السبب إذا وجد سبب فإن لم يوجد سبب فإن نعمل بالدلالة اللغوية ولا ننظر لنية كلام صحيح أحسنت طيب يعني ورد سؤالاني في الأخير أظن أتأخرنا الدرس هذا سؤال عن الإجارة المتبهة التملك لعلنا نجعل السؤال أسبوع القادم لأن درسنا اليوم تأخرت عليكم أعذروني لكن هذا أحد أخواني يقول بعض الناس يقرؤون ياسين في بيت أهل الميت بعد العودة من الدفن ويستدلون بالحديث فهل ينكر عليهم أم أن فعلهم له وجه نقول ينكر عليهم ما السبب أولا أن أغلب الذين يقرؤون القرآن إنما هم أجراء يأخذون مالا وكل من أتى بقربة بأجرة فليس له أجر ناهيك أن يهديها لغيره هذا واحد انتهينا منها ثانيا أن قراءة القرآن ينتفع بها اثنان إما المستمع وغالبا أهل الميت لا يستمعون وإنما هم مشغولون في حالهم فهم سامعون وإنما الأجر للمستمع دون السامع الأمر الثاني أن الميت لا ينتفع بها إلا من باب إهداء الثواب إذ الميت إذا قرئ القرآن وأهدي له الثواب في قول أكثر أهل العلم مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وأحمد وأصحابه وبعض الشافعية أن الميت إذا أهدي له ثواب قراءة أو صلاة أو صوم قبل ما لم يكن فريضة طبعا الفريضة لا يقبل فيها النيابات وإنما خالف الشافعي في هذه المسألة وعليه بعض كثير متأخر فقهها مذهب أحمد فالمقصود من هذا أن طبعا الشيخ السلام على القول الأول وقال أنه ينبني عليه مسألة اعتقادية فرع عليها اعتقادا فإن هذا الذي يهدي هذا الرجل الذي يقرع عن الناس أصلا ليس له أجر لنفسه ليهديه لغيرها لأنه كذلك الأمر الثلاث أنه قد نمنع من ذلك باب سد الذريعة إذ قد يعتقد بعض الناس أن هذا مشروع وأنه سنة وليس كذلك إنما السنة التي ورد بها النقل أمرا عند الاحتضار وبعد الدفن وغير هذين الموضعين وذلك أحمد أنكر أول الأمر قراءة القرآن بعد الدفن مباشرة ولما جاءه النقل والخبر عن الصحابة رجع فدل على أن الأصل المنع لأن ظاهرة التعبد به بهذه الهيئة فحينئذ يمنع منه فالأولاء تمنعهم وتبين لهم بالرفق واللين فإن الرفق واللين ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وتم تعلمون أول ما جاء هذه المسجلات كان لها اسم آخر غير المسجل نسيت وكان ألف جماعة من علماء الروم بمعنى أنهم ليسوا عربا كتبا بأنه لا يجوز استماع القرآن من هذه الآلات طبع بعضها قديما في أول القرن الماضي أول قرن الهجر الماضي أو قبل قرن قبل الماضي آخر قرن قبل قبل استمار السونات كان لها اسم عندي اسم الكتاب سموناها باسم غريب في كاف نسيتها عندي أحد الكتب طبع آخر ألف مئاتهم يحرمون سمع القرآن منها قالوا لأنها تشغل في المجالس ولا ينصتون لها فهي إهانة للقرآن هكذا عمله استمونات لها اسم قديمك نسيته الآن طيب يقول أخونا لو اشترط في الهيبة أنها لازمة مطلقا ولو لم تقبض هل يصح هذا الشرط أنصحك بالرجوع لكلام لبلرجب فإن بالرجب له في القواعد كلام في مسألة اشتراط أو اتفاق الطرفين لزوم العقود الجائزة هل يصح أم لا مثل لو أراد الشريكان أن تكون الشركة لازمة أمدا معينا لا يحق لأحدهما فسخه أو الواهب قال هي لازمة ولو لم أقبض ولو لم أقبض كثيرا عبرها بالواهب المقبوض لا أثر له في رأيه لأن المتكلم فاتفق معنا على أنها تكون لازمة بذلك فهذه المسألة فيها خلاف المعتم من ذهب أحمد أن الشروط لا تنقل العقد عن حقيقته إلى عقد آخر في كلام لبلرجب يعني يدل على أن هناك قول في مذهب أحمد أنه يجوز ذلك بشرط أن لا يفضي إلى أمر محرم مثل نقل العقد إلى صفة محرمة كربة وغيرها آخر سؤال عندنا يقول إذا كان خطيبا أنا أعتذى من صاحب هذا السؤال الكريم صاحب الإجار نجعله الدرس القادم أعيده أني أجيب على إن شاء الله إن لم أنسى طيب أخونا يقول من كان خطيبا أو يلقي درسا هل يبين لهم الأحكام الفقهية على مشهور المذهب ولو خالف المفتا به في البلد أم يأخذ ما هو مشهور به في الفتيا لا بل خذ ما عليه الفتوى في البلد وقد ذكر بعض المتأخرين وهو اللقاني المالكي صاحب منار الفتيا أنه قال ما المراد بالمذهب قال يعني معنى كلام نسيت الآن نص الكلام قال أن تحديد مصطرح المذهب مشكل وقد تبين لي أن المذهب بالمعنى العام ليس المعنى الخاص العهدي المذهب الذي يقصد به قول المتأخرين أنا أقصد المذهب بالمعنى العام أن المذهب يختلف باختلاف البلدان واختلاف الأزمان والأمصر إذ المذهب هو المفتابه فدام المفتابه مفتن به على أصول مذهب فهو لم يخالف المذهب بالمعنى العام وذلك عند خنائة المالكية عندهم مسائل أفتابها أهل فاس هناك نظم لها تحفة الأكياس في شرح مسائل فاس بل عندهم مسائل في سوسة سوسة لهم مسائل خاصة بهم وإن كان يقولون ما أفتبه أهل سوس أظن سوس هي غير سوسة لا أدري هي هي أم غيرها لا أدري لكن أهل سوس يقول ما أفتوا به فقولهم ضعيف ومشهور أهل سوس أنهم يفتون بالمصلحة كثيراً وخاصة في مسائل الوصايا أهل الكوفة عند المالكية لهم فتاوى خاصة بهم إذن هناك فرق بين ما يفتبه وما يعلم ويبنى على القواعد ما من أحد من فقهاء المسلمين إلا وإذا ألف كتباً في الفتاوى فإن فتاويه تخالف ما يؤلفه في الفقه البغوي صاحب التهذيب الشافعي فتاويه تخالف ما يقرره في التهذيب شيخه شيخ حسين المروزي فتاويه وقد جمعها البغوي فتاويه تخالف ما قرره في كتبه وهكذا القفال الشافعي كذلك وإذاك يقولون دائماً المذهب لا يؤخذ من الفتاوى مع أن أصحاب الفتاوى من أصحاب الوجوه ما يدلنا على أن أهل العلم يمنعون من أن المرء إذا كان أهل البلد يفتون بشيء أن يخالفهم فيه وإذاك يقول ابن عبدين في رسم المفتي أن الرجل قد يكون يعني واسع للطلاع عالماً مذهب أبي حنيفة وكتبه يدخلوا لبلداً يحرموا عليه أن يفتي فيها وأن يتحدث ويعلم حتى يعلم عرفهم وما عليه الفتوى عندهم وهذه مسألة مهمة إذن فالأمر العام كلم الناس بما يفت به إن كان حيث مفتاء ونحن نستقر من قديم أن المفت به ما عليه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وهذا مشهور عند مشايخنا حتى الكبار الذين في السبعين وأكثر أن المفتاء الأصل هو ما عليه الشيخ وهذا أراد الله عزو الرفعة لهذا الرجل بأن قوله يكون في الغالب هو الذي عليه الفتوى يعني هذا عرف جرى عند كبار مشايخنا فنأخذوا قولهم صلى الله عليه وسلم وعلمين ومحمد يعني يذكرها ده غالب يشوف شوفي شيخ فيه المسائل يعني التي الناس يعرفون المفت به قريب لكن فيه مسائل دقيقة جدا خلنعطيك مثلا مسألة عندما تتكلم عن مسألة مثلا مثلا وهو دائما يكررها لإما في مسألة الذبح الذبح الأضحية هل هو يوما من أيام التشريق أم ثلاثة أيام من أيام التشريق يعني لو قلت ثلاثة أيام والساعة تعريم أو قلت يومين عن المذهب بلا العامة ترجح لكن المسألة دقيقة خفية لكن عندما تأتي فيه أشياء ظاهرة علنية نعم إذا كان شيء من خاصة الشخص تدلي فيه أشياء المشايخ لهم قولان واضح مثل قضايا القصر وتحديد المدد هذه أمرها واضح لكن استقر أهل البلد في بلدك كان لهم رأي لا تغرب قدر استطاعتك من علامة توفيق طالب العلم أن لا يغرب عن أهل بلده لا تغرب عن أهل بلدك وذلك فإن القاضي أبا يعلى عليه رحمة الله من فقهه أنه جاءه رجل وقال أريد أن أقرأ عليك مذهب أحمد قال ما مذهب أهل بلدك كان أهل بلدك على مذهب الشافي قال تفقح على مذهب الشافي وهذه أظن نقلها بالجوزي نسيت من نقلها مشهورة هذه القصة أو أبن رجل نسيت الآن فالمقصود أن إذا كان أهل بلد على رأي واحد فلا تخالفهم فيما يعلن في ديانتك يجب أن تعمل بالدليل وذلك يقول فقهه المذهب الإمام أحمد يحرم لمن عرف الدليل أن يقلد وأظنه قول الأربعة يحرم ثم يأتينا شخص يقول يجب أن تشهد أن تفتي وأن تعمل بالمذهب أين معرفتك بالدليل أين معرفتك بالقالة في صاحب الفروع من قال إن الحق في المذاهب أحد المذاهب الأربعة دون ما عداه يستتاب فإن تابه ولقت إذن يا شيخ فرق بين التعلم وبين تعصب المذهب يقول يجب لمن كان متأهنا أن يجتهد ويجب أن تسعى في التأهل في الاجتهاد معرفة مسائل الأصول ومعرفة النصوص الشرعية وكيفية الاستنباط بشرط الانضباط نقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم على بينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر